من جانبها أعلنت جامعة الدول العربية تضامنها مع المملكة ضد أي تهديدات خارجية تستهدفها وتستهدف أمنها واستنكر أحمد أبو الغاط الأمين العام لجامعة الدول العربية حالة التصعيد غير المسبوق التي تمارس ضد السعودية وقال إن التدخلات الإيرانية مرفوضة وتعكس رغبة في إشعة التوتر والاضطراب من أجل ممارسة الهيمنة على الآخرين وهذا أمر مستهجا ولن يقبل به أحد وأضف أبو الغاط أن الواجب العربي يحتم التضامن مع المملكة وهي تواجه تلك التهديدات الخطيرة لأمنها وشار إلى أن توسيع دائرة الصراع في اليمن أمر مؤسف وتقف وراءه أطراف معروفة تستهدف ليس فقط استمرار المواجهة في اليمن بل إشعال الأوضاع في المنطقة كلها واعتبر الأمين العام أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا عندما تعيد هذه الأطراف النظر بالكامل في سياستها تجاه العرب ترجمة نانسي قنقر